انتو ماشيين بقاني مبدأ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد ولا كل تأخيرة وفيها اخيرة لا انا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد بس في بعض الحاجات ببقى حريصة اني اجلها الغد ما اتأكد منها يعني قط علاقات مثلا بتأجلي قد ايه ايه ده 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 وقت قد ايه عملت الاتفاق عليه اه 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 اتفكر ما ارتي لي بعد لو حاجة حصلت وتأكدت منها هعمل وطلع فعلا انتي صح اه انتي صح اه كان في حد عايز تطاعي علاقة اه 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 يعني المهم يعني انا بحب دايما ادي لقدامي فرص كتير يعني ما كون حقد قرار بقطع علاقة وحد بحبه يعني حد مش بكره وبيحبه تب عايز تقطع لغتك بي ليه تلانه عشان اه بي ازاني وتقررت ان يزعل وفي ازا يعني اما بيزعل من حاجة بيأزي مش بيزعل عصي ممكن ازعل منك وعد بك بطريقة لذيذة وخلاص وتزعل مني وتتكلمي يعني كنوحش لكن بتتكلمي وتأذي تعذيني وفي شيء تأذيني playing لا μكن حاجة تستاني skills تستاني انت لاذا لم يكن حصل بقى الأذية دىت حصلت مرة وخلاص وتسمحت وبعد نرجعت القزية وقد قرررت فطبعا انا اخذت موقف اخضعت العراقة مستريحة اه الا دايقة مستريحة مستريحة والظيفي بالغتي بدا أخر بانك كال hacerlo خطي موقف منه. يعني مش بينك وبين نفسك. لا لا. ده دي حاجة معلومة. ده اواجهت يعني قلت يعني. قلت زعلي فين. زعلانا ليه؟ لا مش هينفع بقية. لا انتي زعلانا باللوقتي. زعلانا عشان انا بحب الشخص. فالشخصية دي انا بحبها. فاهماني وانا كنت مقام يعني. كنت تتمني ان اداء معك بقى افضل منك. اتمنى ان احنا ما كنش يحصل لك. لكن انا ما كانش عندي خيار يعني ما ينفعش. انا طالما بتأذي ما بقدرش كامل. طيب يعني انتي لا تؤجلي عمل اليوم الى الغد. وانا بنسبة 90% نفس الحاجة. لا تؤجلي عمل اليوم الى الغد. 90% فاساعات بكسل وبتقع مني حاجات. ساعات بكسل طبعا انا حسب الموضوع. بس بحاول يعني. في مواضيح كده يا جماعة دايما دايما عندنا دلاي فيها. يعني دايما فكرة ان يبقى يعني ساعات كده. عشان تغذي اكشن لا بتغذي وقت طويل. بتعمليها بس بتغذي. وبتعمليها على مضت ساعات لان فيه قرارات بتبقى تقيلة على قلب الواحد. يعني مكسل يعملها محتاجة مجهود محتاجة تركيز محتاجة وقت محتاجة حاجات كتير. سانة بروح كسرة ده. خصبا عننا. يعني على قد مقدر بكسر يعني اقول ايه. مثلا الرياضة ممكن اعود بقى شهر المستحليات دفا وبتاعه لا مش هلعب اروح واخد قرار في لحظة. لأ انا لازم حقوم حتى وراء تعبالي. انا مارستي فيها الرياضة كان امتى؟ ما ده غير كده بقول لها فدورة. قولي. في الشتاء؟ قولي. في الشتاء؟ يعني من اسبوعين. يعني وفي الصيف. بس انا عايز اقول لكم حاجة عشان اللي بيسمعونا وعندهم مشكلة في تأجيل القرارات. وان هما بياخدوا قرار وما بيعرفوش ينفذون. يعني الحقيقة ان فيه تدريب لطيف جدا لو عملتوه. هي بالتدريب هي فتنس يعني لو عندك اللياقة دي هتلاقي نفسك بتتنفذيها على البسيط وعالك كبير. ابدأوا حطوا لنفسك قرار بسيط. لا بسيط هعمله بكرة. يعني مثلا انا بكرة هزبط المنبه على الساعة 12 دهر. ايا انا بسحى مثلا الساعة واحدة. وحاسحى 12. او انا بكرة هنزل اشتري الحاجة الفلانية. كل يوم احط لنفسي تارجد صغير. واميك شور ان انا هنفذو. لما تبدأي اقليمي نفسك على ان انتي تعملي بلان قبلها بيوم. وتنفذيها تانيوم. البلان تي هتبدأ تكبر. وتأجيل القرارات هيبدأ يقل في حياتك. لانك حتضرربي نفسك. انك تبدأي بالقرارات الصغيرة. لكن لما انا انسان كاسول. ومش مقدر استيكتو بلان او اعمل البلان. وحط بلان كبيرة جدا. انا احضرش باك. ابدأ باك خطوة. على قدي. حاجة اللي حعرف اعمل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.